السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النهاردة ان شاء الله هنشوف مع بعض منتجات جدتها من صفحة اسمها برايت بلانر اه تمام المتجة دي طبعا انا كنت محتاجها جدا وصفحة برايت بلانر اه كل فترة بتنازل كوليكشنز جديدة اه طبعا تعملها جميل جدا وزي متو شايفين اللفة بتاعة الهدية طحفة اه بتلفها بزوء جدا اه بحب دايما اول ما بجيب من عندها حاجة بستخدم اه طريقة الوردر لا في الوردر دي عندي في الوردر جورنال فهنفتح دلوقتي الوردر ونشوفو اه بدون الحاجات اللي انا كنت محتاجها علشان ما كانش عندي اه غير اشكال قليلة جدا فاشتريت اه من عندها مصاطر كده اشكالها جميلة جدا ام كانت اه التمن قطعة مع بعض ودي ستيكر اي هما دليل ستينسل تمام اه واجبت من عندها كمان ام 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 الم ابيض عشان نرسن براحتنا على الاسكيتش الاسويت ام ودا بوكس في واشي تيب رفيع اشكاله كثيرة جدا وجميلة ده انا جايبها عشان الاكسسوريز عندي لما بحيب اعمل ميدل ولا حيجة احبها تبقى ديمي موجودة على طول ودي هداية جميلة جدا كيوت منها جايب دفتر صغير كده من قط ام ورا واصفر اه وشيتين ستيكر هعمل بيارت جورنال دلوقتي اه ووريكو في الاخر شكل هاي بعمل ازاي اه نمسك حيجة حيجة باني تفرج عليها اول حيجة المنظم صغير ده لما بحيب اعمل نوت بوك ولا بلونار بحيب اعلق في ميدالية فبحيب اجيب الاكسسوريز من الشنطة الدنيا ويتبوز عندي بسرعة لان بيبقوا مدفوصين من تحت الصغير ده يبقوا دايمي على طول اه بوكس الواشتيب رفيع دوات في ناس جديد لو بتحيب تستخدمه بتعمل فريمز المبديجي تشتغل الالبوم اه انا نفسي بحيب بقى اشتغل بي في الارت جورنال اه وان شاء الله قريب بيدا برضاك هعمل الالبوم اه هعمل في فريمز جميلة جدا هتحجبكو بازن الله هنعمل بشغل كتير ان شاء الله معينك اي دلواتي انا بعمل الارت جورنال بوراق الكرافت اللي كان ملفوف بالوردر طمعا ام بحيب جدا الحاجات زي مرميهش بستخدمها بعيد استخدامها يعني اي زي ما انتم شايفين بقطع دويلز بالراحة جدا عشان بيت تعيش مني وحطيت عليه الشيط اللي هيبعته لي جيفت اي بعدك كده استخدمت واشي طيب يكون معلون بتاع الوراق الكرافت اي وحطيت بوتر فلايز وغير اكده من تعه هتدي منظر جميل جدا اي بعدك كده هستخدم اي اي الاقليم المساطر بتاعت الاستنسل بس للاسف جديد جو من فوق ما تقررش الشغل اللي من فوق ده ما تصورش فمعرفش بصراحة عيب من ايه بزبط بس انا عيدت تاني الاستخدام اي صادم دلوقتي من مساطر الاستنسل اشتخدمت صورة الوردة الجميلة دي واستخدمت معها الالوان اللي سناها فرشة اللي انا كنت اجابها برضا قريب من الحاجات اللي انا كنت اجابها مكتبه اولا واي برضا قصورت انا ده ام بعد كده هوت بعد ما رسمت بي هستخدم برضاك مصطرة تانية فيها شكل السوري الخاشبي ده برضا كده جميلة اولا ما تحط على الوردة بلون بوني بعد كده هوت بعد ما خلص رسمها هبتلتي استخدم كمان فوق الوردة ده عايزة اظهر يعني لوني الوردة فحط معيها جلو جليتر كده اه تدي زي اضاءة جميلة لها وبردك في نفس الوقت مش عايزة ايكو تغلط نفس غلط بتاعي لان انا بعد ما حطيت الجلو ما استنيتش عليه ام ملحقتش ينشف يعني فقمت استخدمت المصطرة تيني على طول فللاسف الشديد اه بواز لليتر بس انا مسحته بالمنزيل ام فخلي بالكو اه دوقتي بقى هعمل شكل فراشة فيه طبعا زي ما تشوفين في المصطرة كزا شكل هو بس انا اخترت دي عشان عامل زي ما نكون واقفة على الوردة بزبط فهتدي منظرة جميلة اوي في الوردة جورنال بتاعي استخدمت اللون البنك وبعد كده باللون الموف هو مدخلة كده عاملة زي جناحات الوين جناحات الفراشة تيدي منظر جميل جدا اي ام بس مش عارف هو بين اس ودلي في الفيديو ومفروض الموفيه يمكن عشان سيجيل ولا حيجة مهم ام طبعا منظرها يعني جميل ام بعد كده هوت كنت جايبة بقى طبعا استقراط ام باكتج كده من يوكا جالاري ام كنت جايبة تيور ويجيبت جيرلي من عندها ويجيبت جمال عربي وانجليش باكتج كده كان كله مع بعضه استخدمه برضا كفرات الجورنال ده عشان ام يبقى ماشي كله مع بعض نفس اللون ما يبقاش فيها الوان كتير يعني اي ودي جمل عربي اختار طبعا جملة منها مميزة مش عارفة هي اتظهر لكم لما لزقها ولا لأ اي بس هي مكتوب عليها اي مش عارفة ظهرة ولا لأه بس هي مكتوب عليها اظهري وكيانك لم تعزني يوما ام فده اخير الارت شكل الاخير اه الارت جورنال في الاخير اه يا ربي يكون عجبكو والسلام عليك ورحمة الله وبركاته